اشتركوا في القناة الديماراتي المميز الأستاذ علي الجسمي من باريستا ويرف أهلا مستوى علي أهلا نعمار حبي بداية مرحب سويك ترحيم خاص من برنامج رواد الأعمال من ABC ومتمنى منك بالبداية تتعرفنا واتعرف مشاهدين المزيد عنك وعن بداياتك مع مجال الباريستا والكوفيس صراحة أنا كشخص من محبين قهوة حب من أيام الحفولة فبديت أجرب وصفات خاصة فيني وأشاركها مع الأهل والزملاء العمل والقارب وحتى الأصدقاء فكنت حصل دوم إطراء منهم بالنسبة للمنتج اللي أعطيهم سواء كخلطة أو كتحميص معين للقهوة بديت أنا هذا الشيء من فترة طويلة الحب والشغف بداية تزيد عندي من مجرد أني أعمل خلطات ووصفات لأ بدأت أحمص القهوة إبن القهوة الخضرة وأحمصها وأجربها وفا يعني استغلت فترة الكورونا الجائحة أني أتعلم أشياء كثيرة عن القهوة فأاخذ كورسات من لاين مثلا يعني أجرب وصفات خلطات في البيت أجرب معدات جديدة فكان عندي مثل ما تقول مختبر كامل للقهوة المختصة في البيت من أدوات التقطير من أدوات تحميص من غليات كهربائية من طحانات كهربائية ويدوية فكان مشروع يعني فكرة المشروع بدت في 2021 لما حبيت أني أشارك التجربة مع الجمغور فبديت بالشرط البي سيكستي فكان عليها قبال كبير وكانت تجربة ناجحة يعني هذه التجربة خلتني أتخدم خطوة للأمام وأبدأ يعني أحط التوتش ماري فكانت الشنط عندي مميزة لأنها تجيب الشنطة وأسوي من دافل عن كستمايز أو مثلا تفصيل للمعدات الإداقل أو أغير أشياء فكانت تكون مختلفة على الموجود في السوق فمن هنا نحن نطلقنا وتوسعنا فبدأنا من مجارات الشنط بي سيكستي بدأنا ندخل في مجارات ثانية مثلا البورتافيلتر إحنا صممنا بورتافيلتر خاص فينا مميز عن باقي اللي موجود في السوق فاللي اللي شرمنا عندنا يعني دائما كان يعني تقييمة ممتازة للبورتافيلتر من ناحية الجودة ومن ناحية العملية ومن ناحية طابقة المواصفات للمنتج على الموقع الإلكتروني الخاص فينا والجهاز اللي هو يشتري مثلا فما في معاناة من الزبون أستاذ عليم أنت في باريستوير ما هي المشاكل اللي اهتميت أنك تحلها وما هي الأشياء اللي بتزود في هاليكترين تخلص فيك المشاكل شوف احنا بدأنا كمشروع أولي براس مال قليل فهذا الشيء كان يعني يسبب لنا أن نتأخر في الخطوات سبب يعني مقارنة بالناس اللي بدأت براس مال كبير فكانت رفاهية أكثر وكانت تجرب ويعني تضبط معاها ولا ما تضبط معاها كان عندهم يعني ما زال كان عندهم راس مال أما إحنا بدأنا براس مال قليل فبدأنا يعني نحل مشاكلنا بطريقة يعني مثل ما تقول سمارت بداية كنا نجيب كميات بسيطة من المعدات ونبيعها ونشوف الأراء المستفدمين الأراء الزباين فإذا في عليها مثلا مشاكل خلص نوقف المنتج أما إذا كان مثلا الفيذباك جيد أو ممتاز فنستمر في المنتج ونحاول نطور منه يعني لازم دوم أي منتج يكون يكون فيه لمسة من باريستا وير في باريستا وير احنا مش بس نبيع المعدات لا احنا يعني عندنا للمنتج نفسه في قيمة مضافة من خدمات ما بعد البيع من توفير قطع ضيار من تدريب من يعني أي شيء يختار في بالك تمام؟ فعندنا مثلا الزبون مرات يكون هوم باريستا خبرته قليلة مقارنة باللي يفتح مثلا كافيه ويكون دارس الموضوع ومتعلم كثير فمرات مثلا يشتري جهاز غوش عارف شنوع القهوة اللي تناسب الجهاز هذا أو طريقة تحضير القهوة فإحنا وفرنا لهذا الشيء مرات مثلا ناطي عينات بسيطة فيجرب فبعد فترة يقول لأنا جربت هذا المنتج فممكن أشتري من نفس المنتج ويكون توفر وأن هذا الشيء ساعدهم كثير أنهم مثلا يوفرون وقت وجهد أنهم يبحثون في السوق عن قهوة المفتصة اللي تناسب ذوقهم أستاذ علي بعد النجاح الرائع اللي وصلت له خلال السنوات السابقة ما هي الخطة وما هي الرؤية المستقبلية الرؤية المستقبلية لباريس توير أننا نكون من أكبر موردين معدات قهوة المختصة في الإمارات ونتوسع على مستوى الخليج وبعد عن مستوى الوطن العربي ونكون شركة عالمية ومستقبل بالنهاية ما هي الرسالة اللي بيحب يوجهها الأستاذ علي لدولة الإمارات لحكومة الدبي على دعمها لبشاريع الشباب؟ والله دولة الإمارات ما قصرت معنا كشباب الإمارات وحتى مع الوافدين وحكومة الدبي قدمت تسهيلات للي يريد يفتح مشاريع من رخص إلكترونية من رخص منزلية فهذه الأشياء تساعد أنك أنت تبدأ براس مال قليل ومع تطور المشروع أنت تطور مشروعك وتكبر المشروع بسهولة ففي تسهيلات كثيرة وفي أمن وأمان في الدولة فأنت يعني من تفتح المشروع أنت ما عندك خوف أن المشروع مثلا يخسر وأنت تخسر كل شيء بالنهاية نطلب الأستاذ علي يخبر جميع المشاهدين يتابه حاليا كيف يدروا يوصلوا ويتواصلوا مع باريستا وير للحصول على المنتجات الموجودة عندكم باريستا وير عشنا عندنا موقع إلكتروني اسم باريستا وير دوت مي موقع الشركة في دي آي بي ون بالقرب من بريمير ان ممكن تتواصلون مع باريستا وير على طريق الرقم التليفون 050-3888-684 أو أنك تزور المكان مكتب 330 في بناية الويسس شكرا جزيلا أستاذ علي ومنشكر جميع طاقم العمل في باريستا وير نتمنى لكم دائم التوفيق والنجاح شكرا لكم حالا استضافة إلى هنا عزيز المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا السبب تابعونا كل جمعة وسبت على خناتكم اي بي سي دمتم بخير وفي أمان الله